معنا في الستوديو الدكتور عمر كمال الدين خصائي الأمراض العصبية وعلاج الآلام المزمنة في برلين أهلا بك معنا يا دكتور يعني كما رأينا في التقرير هذه الأدوية تستخدم لعلاج أمراض أخرى منها ريتالين الذي يستخدم لعلاج الأطفال الذين يعانون من اطراب في عملية الانتباه يعني كيف تؤثر هذه الأدوية أو العقاقير على البالغين الأصحاء بالتأكيد كما ذكرتم في التقرير هذه الأدوية مرخصة لعلاج أمراض محددة وبالتالي عندما يأخذها شخص لا يعاني من أي من هذه الأمراض فعلينا دائما أن نتوجه من الأعراض الجانبية لهذه الأدوية وهذه الأعراض الجانبية تكون متعددة حيث يمكن أن تكون على القلب والشريين أو على الدماغ وعلى النشاط الدماغي وعلى السلوك بشكل عام طب ماذا يحدث لمتعاطي تلك الأدوية على المدى الطويل؟ يعني هل يمكن إدمانه؟ من التأكيد الخطر الأكبر هو مرض الإدمان على هذه الأدوية بحيث أن المريض بعد فترة بعد أسابيع قليلة لا يستطيع أن يقوم بنشاطه العادي اليومي إلا بتناول هذه الأدوية وهذا مرض يعتبر من الأمر الصعب والمزمنة والتي تحتاج إلى علاج طويل جدا حتى يتخلص المريض منها وكيف يعرف المريض أنه أدمن هذه الأدوية؟ المريض عندما يكون ملزم أن يأخذ هذه الأدوية حتى يقوم بنشاطه العادي اليومي يجب أن يراجع الأخصائي ليشرح معه إمكانية أو مدى وصول هذا المريض لهذا الإدمان يعني ما هي الأعراض بشكل يعني؟ الأعراض على الأغلب تكون تنوع أو بالأحرى التقلب المزاج بين وضع كئيب إلى وضع عكس ذلك خلل بالنوم، خلل بالتركيز أو أغلب الأعراض قد تؤدي إلى عكس ما يرجو إليه المرء من هذه الأدوية فهذا التأثير دائما يعني قد يشعر بالاكتئاب أو الإحباط بعد فترة؟ بالضبط، بالضبط أن المريض يعاني من الساعات الأولى من مفعول إيجابي من هذه العققير وبعدها يدفع الفاتورة هذا بالأعراض الجانبية المتعادلة طب، هل تجعل هذه الأدوية الإنسان أكثر ذكاء؟ الجواب على هذا السؤال حتما بالنفي لا يوجد أي دواء في العالم كله لحد الآن مثبت أنه يزيد أو يؤثر على الذكاء هذه الأدوية كلها تساعد على تحسين اليقظة إلى حد ما على تحسين قدرتنا على الانتباه أو قدرتنا على التركيز ولكن دائما لمدة قصيرة محدودة طب، الإقبال يعني ازداد في الأوان الأخيرة على هذه الأدوية في أوروبا، في أمريكا يعني في الغرب بصفة عامة، ماذا عن العالم العربي؟ في العالم العربي للأسف مصابون بهذا الظاهرة التي تشم بكل عالم البحث عن تطوير وتحسين الأداء وتمام وبالتالي هناك الأرقام، صحيح ليس لدينا دراسات دقيقة بنسبة انتشار هذه الظاهرة لكن من المسبت أنه منتشر بشكل كبير جدا طب دكتور، سنتابع معك مناقشة هذا الموضوع بعد مشاهدة التقرير التالي، فبقى معنا ترجمة نانسي قنقر